وضع اليادي قبل الركوع بعد الركوع بعد الركوع هل أضع يدي اليمناء على اليسرى بعد قيمة الركوع او أرسلها عجبني كلام الامام أحودي بن حنبل في هذه المسألة لأن الأدلة توافقه وهو أن في الأمر سعر إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع اليمناء على اليسرى إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى لماذا؟ لأن الأدلة ليست الأدلة للطرفين قوية الطرف الذي قال نضع اليمنى على اليسرى استدل بالعموم حديث ويل بن حجر رأيته النبي صلى الله عليه وسلم وضعنا يدر اليمنى على اليسرى في الصلاة من غير تقييد بقبل الركوة وبعده وحديث سهل بن سعدين السعدي أمرنا بضعي من على شمالنا في الصلاة فأيضا لم يحدد قبل الركوة بعده القائلون بأننا نرسلها عموما كالمالكية استدلوا بحديث صلي أعفوا كبر ثم أقرأ وما قرض على اليمنى على اليسرى واستدلوا بعد الركوع القائلون برسلها بعد الركوع بأن النبي كان إذا قام من الركوع رجع كله مفصل إلى موضعه فقالوا هذا الوضع هذا الوضع المعروف للمفاصل اليد فهذا يؤيد جهة من قالوا بإرسال اليدين بعد القيام من الركوع فالأمر في ساعة والله أعلم ترجمة نانسي قنقر